هاتفيا معنا من رامالله دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات تحياتي لك بداية دكتور أحمد رفيق أهلا وصلا بكم أهلا أهلا بك يعني دكتور أحمد كما تابعنا جميعا يعني الجلسة ليلة أمس وكما قلنا أنها لم تفضي إلى جديد مندوب فلسطين قالها صراحة قال إن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في غزة وربما يعني موجدنا عدة قرارات لكن لم يكن من ضمنها قرار صريح بوقف إطلاق النار فما الذي يعني يغل يد مجلس الأمن عن إصدار قرار كهذا يعني منذ بداية هذه الحرب 7 أكتوبر أو 8 أكتوبر حتى يومنا هذا استطعت إسرائيل وما ندعم إسرائيل من دول الأطلفي وعلى رأس أمريكا من تحييد كل المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن هي العامة المتحدة حتى محكمة الجنايات ومحكمة العدل العليا حتى لم تستطع أن تقرر بوقف إطلاق النار ولا الإنسحاب بالغزة والآن يفككون الأنر وشلوا عمل منظمة الطحة العالمية والصليب الأحمر ومن رمج التغذية العالمية لا يعني بعد 7 أكتوبر عمليا كان هناك شلل شلل حقيقي لكل المؤسسات الدولية لأن السبب تترين أنه للمرة الثالثة مجلس الأمن يعجز عن الضار قرار بوقف إطلاق النار لأنه زي ما قالت المندوبة الأمريكية أنه محكمة العدل العليا لم تكن أن هناك وقف إطلاق النار لحظة كيف أنه هذه يعني منظومة كاملة عمليا ترى في الفلسطينيين هدف من أهداف السياسة الاستعمارية الأطلسية الإسرائيلية نعم يعني الأمين العام للأمم المتحدة ناشد أيضا بضرورة استمرار نحن ننتقل إلى ما يخص الأونروا تحديدا وهي مشكلة كبيرة جدا هو ناشد بضرورة استمرار تمويل الأونروا هل هذه المناشدات في رأيك ستلقى آذانا صاغية؟ واضح أن هناك في تغير في الموقف بمعنى أنه الموقف منذ البداية أنه الأونروا عملية مختطفة بين قبل حركة حماس وإن الزراع المدني لحماس لكن الآن بعد كل هذه الوقفة الدولية والانتقاد الدولي لهذا الموقف واضح أن هناك فيه تراجعات وفيه هناك يعني محاولة لتلطيف الموقف حتى من أمريكا لهذا السبب أعتقد أنه ممكن جدا أن يكون هناك فيه تراجع ما ليس بالضرورة أن يكون كلي ولكن قد يكون هناك تراجع جزئي نعم تتحدث عن تلطيف من الجانب الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تصرح بأنه يجب إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في أقصى سرعة وبكميات كبيرة دائما تتحدث عن ذلك ولكن نجدها تقوم بتعليق الأونروا ومساعداتها كيف تفهم هذا الموقف المتناقض دائما من التصريحات الخاصة بمسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية لأن الموقف ضد الأونروا موقف مبيت عملية الموقف إسرائيلي مبيت وموقف أمريكي إسرائيلي مبيت من سنين طويلة على ذكره كان هناك محاولات كبيرة وحثيثة أمريكية إسرائيلية لمحاولة تفكيك أو إضعاف أو محاصرة الأونروا إسرائيل وأمريكا هم يريدون أن يجعلوا من المساعدات سيف مصلط على رقاب الفلسطينيين بكلمة أخرى هم يريدون أن تكون المساعدات الواصلة إلى الفلسطينيين هي بيد إسرائيلية حتى يكون هناك التحكم بحجمها وكميتها وتحكم بمن تصل إليه عمليا الآن هناك تفكير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يقوم بتوزيع المساعدات شفتين؟ بمعنى أنه المسألة التفكيك الأونروا ليس فقط لها أسباب فياسية وستراتيجية لا هي أيضا لها أسباب أمنية بمعنى أن إسرائيل تريد أن تسد مسد الأونروا هي التي تتحكم بالمساعدات وبالتالي تصبح تتحكم بالفلسطين أمنيا وإنسانيا نعم ربما هذه النقطة التي ذكرتها مؤخرا هي رواية من الروايات التي ذكرت خلال الشهور الماضية أن إسرائيل فعلا هي التي تتحكم في توزيع مساعدات الأونروا هناك روايات كثيرة في كل الأحوال لماذا دائما تتبنى الدول الغربية الرواية الإسرائيلية وفيما يخص كما ذكرنا موضوع الأونروا وأن هناك تحريض بعد السبع من أكتوبر وأنها توجه من قبل حماس وهكذا لماذا على الرغم من موجود روايات أخرى كثيرة للجانب الآخر الجانب الفلسطيني والغزيين وروايات موثقة لكن دائما ما تتبنى الرواية الإسرائيلية لماذا؟ لسببين سيدتي سببين ثالثة لهم أولا الالتزام بأمن إسرائيل هو الالتزام لهوتي تماما من الغرب يعني والمثال الثاني الالتزام استعماري لأن إسرائيل هي جزء من المنظومة الأمنية والاقتصادية والفكرية والأمنية الغربية وبالتالي إسرائيل هي جزء من الغرب المستعمر أداة بخلب ورش كبرى معسكر متقدم لذلك لأن هناك التزام كما قلت التزام ديني قوي حتى مش عادي التزام ديني قوي وأيضا التزام استعماري قوي جدا ولذلك إسرائيل جزء من المنظومة الأطلسية نعم هل نستطيع القول أو التكهن إنجاز التعبير أن هذه الرواية الخاصة بالأونروا وقطع إمداداتها هي استمرار للمسلسل الخفي الخاص بالتهجير عندما نقطع الغذاء والدواء والكساء والماء وكل شيء يتعلق بمعطاة الحياة الأساسية عن الفلسطينيين إذن نحن نقوم بالضغط من أجل تمرير هذا يعني الرواية أو هذه الهدف المنشود لدى إسرائيل وهو تهجيل الفلسطينيين من أرضهم وأضيف على ما ذكرت حضرتك بأنه أيضا إنهاء فكرة اللاجئين أو زي ما بيقولوا أنه الأونروا جزء من المشكلة بالجزء من الحل بمعنى أنها تؤبد فكرة اللاجئين وبالتالي تسقط حق العودة وبالتالي تسقط فكرة الحل القدير الفلسطيني على حساب على تطبيق قرار 181 و194 وبالتالي إسرائيل عندما تفكك الأونروا هي تفكك كثير من الأمور حق اللاجئين حق العودة حق تطبيق القانون الدولي وأيضا هي مقدمة لتفكيك منظمات دولية أخرى وبالتالي عمليا إسرائيل هي التي تريد أن تستفرد بالحل وأن تطبق الحل على الفلسطينيين وهو حل الأمني لا يقوم على القانون الدولي ولا على مقرارات الشرعية الدولية نعم يعني من المتعرف عليه أن الأونروا هي المسؤولة عن توزيع المساعدات في قطاع غزة في حل تم استبعاد الأونروا إداريا فمن ربما الأطراف المطروحة التي سيعول عليها في هذه المهمة برأي أن إسرائيل هي التي ستتولى ذلك لأنها عمليا كما قلنا تريد أن تسيطر على الفلسطينيين أمنيا وإنسانيا وبالتالي الآن هناك القرار بأنه نتبيه أمر بإدراسة كيف يمكن لجيش الاحتلال أن يوزع هذه المساعدات على قطاع غزة وإن لم يستطيع فبالتالي ممكن يعطيها لأي إدارات عربية أو دولية تقبل مثل هذا التوزيع رغم أنه قوتيريش كان واضحا جدا يوم أنس عندما قال أن الأونروا هي الجهاز الإداري الوحيد القادر على وعنده خبرة هائلة على توزيع هذه المساعدات والتعامل مع الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده نعم هناك تحركات مصرية مكثفة ليس الآن ولكن الجهود المصرية معروفة منذ عقد تاريخ هذه الأزمة الفلسطينية لكن نتكلم عن التحركات المصرية المكثفة حاليا لوقف العدوان في غزة أيضا ما الذي يجب على الدول الكبرى من وجهة نظرك للقيام به حيال هذا العدوان الإسرائيلي من أجل وقفه سريعا وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني يعني الموقف الدولي الأطلس خلن نحكي لأنه الموقف الدولي واسع يعني هي مروحة واسعة من المواقف لنتحدث هنا عن الموقف الأطلسي الموقف الأطلسي ما زال داعما ما زال لا يرغب بمعرفة ورؤية الفلسطيني لأنه حتى اللحظة سيدتي بلحظة أنه لم يعد الكلام عن وقف اطلاق النار الكلام عن هدن هذا أولا ثانيا عن فكرة تخفيض الحرب يعني مش توقف عن قتل الفلسطينيين عن تخفيض قتل الفلسطينيين أيضا عن المساعدات اللي كل بيقول عن تعظيم أو زيادة المساعدات وتدفقها ولكن المساعدات لم تعتصد على فكرة لم تعتصد كما كانت في الثابت قلت جدا جدا وهذا ما يحاول ما أقوله أنه إسرائيل تريد أنه أيضا تعاقب الفلسطينيين مسألة المساعدات الآن الكلام عن دولة فلسطينية هذا كلام ذر الضررات في العيون لأنه الكلام عن دولة فلسطينية مؤجلة واللي هم بتحبي يحكوا عن أشياء معجلة جدا بمعنى أنه الفلسطيني يقبل التفاوض ويقبل التطبيع وبالتالي الكلام يعني الدول الأطلسية على رأس أمريكا عمليا تكون بعملية خداع كبرى وعملية شعاراتية ليس لها ترجمة على الأرض هي تعطي إسرائيل كامل الوقت تعطيهم كامل الحق وتغطيهم ماليا وسياسيا وحتى أخلاقيا والفلسطيني لا ترأى على الإطلاق لذلك السبب نحن مازلنا في ذروة هذا الاشتباس حتى التفاوض أو الطريقة التفاوض التي تجري الآن أعتقد أنها أيضا جزء منها لكمال ما بدأت إسرائيل أو ما لم تستطع أن تحقق إسرائيل بالحرب تريد أن تحقق بالتفاوض نعم نعم دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا لك